طبعا حالات الاختناق اللي احنا بنتكلم عنها في الحلقة دي بتبقى مشهورة جدا وفيه فصل الشتاء بالذات لان فيه ناس كتيرا جدا بتحب مثلا تستحمق او تاخد شاور بماية الدفئ تعال بقى نشوف المخاطر اللي ممكن تحصل وازاي نعالج المشكلة دي السلام عليكم من الاخبار يا ربكم دايما بخير وبصحة وصعادة ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن موضوع مشهور جدا بيبقى مشهور جدا فيه حالات الشتاء بالذات لان الناس كتير جدا بتحب مثلا تاخد شاور بيه او تستحمق بماية سخنة فبيحصل مشاكل فيقولك ان الشخص ده كان بيستحمى وبيستحمى مات فبتسأل نفسك سؤال في الحلقة دي هل الشخص اللي اتخنق في الحمام ده يعني محسش محسش هوه بيتخنق يعني تقول ان شخص اللي بقى مخنوق مش عارف ايه بقى مش طيق نفسه مش عارف ايه فبيهرب من المكان او يفتح الشباك يفتح الباب علشان يقدر ناخد نفسه دي السؤال اللي بتردد في زينا بس المشكلة اكبر من كده طيب ازاي بتحصل المشكلة دي اصلا اول حاجة انت اصلا يعني المناخيرك دي ما بتستنشقش رستجين بس لا بتستنشق كل حاجة ويبدأ بقى الجسم ياخد العنصر اللي هو عاوزه والعنصر اللي مش عاوزه بيرميه بر طيب عندنا زي ما احنا كنا اخدنا في الانيميا ان الانيميا بتحصل ازاي بيحصل مشكلة في الهيموجلوبين ان الهيموجلوبين بيقل وشكل الاربيسيز او قرات الدم الحمراء بتتغير وبالتالي ان الهيموجلوبين ده هو ما بيقدرش يشيل الاكسوجين يوزعه على الجسم كله نفس المشكلة دي بتحصل في حالات الاختناق لو الشخص بيستحمى بمياه سخنة وبيظهر البخار ده فبيحصل حالات الاختناق ازاي بقى بتحصل؟ بيحصل ان الهيموجلوبين ده هو المفروض يرتبط بالاكسوجين علشان ينتشر في الجسم كله بتبدأ الخلايا كلها تتنفس بالاكسوجين طيب دلوقتي بقى لو الشخص في الحمام بيستحمى بمياه سخنة وبيطلع بالبخار ده هو حاجة اسمها غاز ساني اكسيد الكربون وغاز ساني اكسيد الكربون ده هو لو دخل الجسم قدرة ان ارتباطه مع الهيموجلوبين بتبقى اعلى 320 مرة من قدرة ارتباط الهيموجلوبين بالاكسوجين بمعنى ان الهيموجلوبين او لما يشوف ساني اكسيد الكربون بيرتبط به ويسيب الاكسوجين يعني ما بيرتبطش بالاكسوجين في الحالة دي الهيموجلوبين بيرتبط به ساني اكسيد الكربون وما بيرتبطش به الأكسوجين والأكسوجين يرمي برا وبالتالي أصلاً أما يرتبط كده الجسم أو الهيموجلوبين هيروح يوزع سانوكسيد الكربون على الجسم كله فالأكسوجين بيقل من الجسم وبالتالي بتحصل حالات الاختناق طيب أنت هتسأل نفسك سؤال هل الشخص اللي بيتنفس السانوكسيد الكربون ده هو أو البخار بتاع المياه ده هو لو تنفس سانوكسيد الكربون ما بيهربش ليه من مكانه أو ليه ما بيزعقش ليه ما بيحسش ليه كل ده لأن السانوكسيد الكربون ده غاز ملهوش ريحة ملهوش طعب ما بيعملش حرقان وانت بتستنشكه ما بيحصلش الحاجات دي كلها بيبقى غاز زي أي غاز زي الأكسوجين بالضبط ما بيحصلش أي مشاكل من ده وبالتالي الشخص بيستنشك الكلام ده كله وبالتالي بيقل الأكسوجين في الجسم وممكن لو ما لحقناهوش ممكن الشخص يموت فورا طيب افرق بقى لو الشخص لحقناه عرفنا ان الشخص بقى خلاص مثلا حسنا بتغيرات كده في الحمام معادش فيه حركة ولا حاجة ولحقناه الشخص لازم نعمله ماسك أكسوجين لازم نجيب له أكسوجين ونركبه ونحط الشخص كده يتنفذ أكسوجين لمدة 320 دقيقة وبكده نكون انتهينا من حلقة اليوم نشوفكم الحلقة الجهة على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته